السلام عليكم اخوتي 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 بشارعكم اتمنى اتكونوا كاملة بخير وبصحة جيدة كل عادة دايما انذكركم اذا اول مرة تشاهدوا القناة لا تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش حكا يلحقوكم قاع الفيديوهات والوصفات الجدد اللي نحطوهم واذا كان عجبكم الفيديو لا تنساوش تخلي منعجام وتقوموا بنا رأيكم تحت في تعليقات اذا كان جربتوا الوصفة كما لو كنت شوفوا الوصفات اليوم ستكون تحليه صدقوني بزاف منينا ستكون تحليه بالفراولة يعني بالفريزة ورح تكون ثانية سهلة نبدأ مباشرة في طريقة عندي كمية الفراولة يعني انتو مالكي تشريو كيلو ومالكي تشريوها بواطن هذيك البواطن نقسموها على زوج نص رح نعمل بهذا السيرو ونص رح تشوفوا من بعد وش ندربه هنا النص اللول نحطوه هنا في قصرنا كما شفتو بلا من قطعوه موالو جوست هذي الفريزة التاعي ننقيها نغسلها نحينها هذك هذك الخضر اللي فيها المهم نغسلها ونحطها في الكسرونة ديالي ونضيلها ملعقة ببركة تاع السكر نحطها على نار قليل فوق النار ونخلطها بش ما تشدليش من تحت كما ما كنت شوفوا حتوين تدبالي كامل نخلي الفراولة تاعي فوق النار ونجوزو هنا نكملو هنا انا عندي كمية كيك كنت وجدتو ونفتتو هكا هنا نخليلكم التحت في صندوق الوصف وصفات تاع الكيك وين تقدروا تديرو كيك وتفتتو هكا نخليهم لكم التحت في صندوق الوصف وهنا الكمية الثانية على فريزة اللي قلتلكم عليها خصلتها بيونسغوا نقيتها وقطعتها شرائح يكونوا ارقاق هاوليك هنا انا سيرو تاعي وهذه الفريزة اللي درتها في الكسرونة علش درتها ديت باش تطلق لي الماتحة وهدك الماتحة راح نشرب به الكيك ديالي باش ميخور جيش ناشف وتانين ما نشربوش بالسيرو يكون يعني في غلمة والسكر خلي نشربوه بالسيرو تاع الفراول يعني يكون فيه الضوغ تاع الفريزة من بعد هنا انا راح ندير كما شفتو فليمول هادو متاحة ستاب عشرين لينغم المون كامل عندكم ونجيو نستفو كامل سير داير هاد الفراولة التاعي فليبول هادو انا استعملتها كمستطير وتانيت لشكلهم جاي ضائري نستفو كامل الفريزة تاعنا في الاطراف من بعد نديرو في الوسط كمياء تاع الكيك اللي كنا فتتناه موسيقى 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 وهاكا نكمل بنفس الطريقة في كامل اللي فيغين دياولي ولا في هادو الصوحون دياولي ندير كيف كيف في الدائري وفي المستطير يعني ندير كامل سير داير بالفراولة تاعي لهادي الفراولة مدرت لها حتى حاجة قطعتها فقط هكاش رائح ومن بعد نديرو الكيك في الوسط وكيم اقول لكم هاد الكيك راح نشربوه بالسيرو تاع الفراولة اللي راحي الطيبة وحنا نتفرس وحنا الفريزة وحنا نعرف وحنا نحب نطفي لها نرى نشوفو بليك الفريزة تلقت لما تحوه خلاص احنا مانش حبينا هاد حبينا فقط نضيب هاد الكيكسيرو التحوه فهذا السيرو دوك نجي ونحطوه ونبدأ ونشربو به الكيك تانا وهذي الفريزة ما نرموهاش راح نديروها في الكريمة تانا في كريمة الشانتي اللي راح نطلعوها باش تجدنا دوق للكريمة تانا دوك هذك السيرو بعد ما خليته بردليش بيا نجي نشرب به الكيك تانا نشربوه ملاح باش ما يجينيش ناشف وهنا بعد ما شربت كامل التحليات دياولي يعني كامل الكووس دياولي هنا نجي نطلع شونتيي عندي نص كاس تح بودرة شونتيي مع نص كاس تحليب بارد نطلعو ملاح من بعد ونزيد نضيف لهم هذيك الفراولة اللي كنا طيبناها لنخينا منها السيرو لنحيناها مسيرو ونخليها وبيبات باش نزيين بيهم اشتركوا في القناة وهنا الكريمة اللي وجدناها مع بعض نديرها بفورشة دوي ولا ديروها بالملعقة كيف يحبيتو غير هكال التزيين ونجي نحطها فوق الكيك دياولي نغطي كامل يعني الطبقة الاخيرة كامل رح تكون بهاد الكريمة اللي وجدناها من بعد التزيين يبقى لكم اخي اختي يعري زينو كما تحبو دوكانا نكمل كامل كووس دياولي وتشوفو التحليات عنا في طبق التقديم وحنا في الاخير هايليك تحليتهاي بعد ما بردت كيما شفتو وجدناها يعني طريقة بزاف سهلة في نص ساعة تقدروا توجدوا تحليه هادي تاعكم يعني تعتمتم وتكون واجدة توالم بزاف الرمضان وين يعني ما يكونش عبنا بزاف الوقت فهذه التحليه سهلة جدا والفريزة رحي متوفرة في هاد الوقت يعني نتمنى تجربوا هاد التحليه وتنال اعجابكم كيما قلت لكم في الول إذا كان جربتو هاد التحليه ما تنساوش تقول لرأيكم تحت في تعليقات بس كبزاف نفرح كي تجربوا الوصفات تامعنا واكيد راح ينجحو لكم كيما شفتو سهلة وبسيطة وبزاف فنينا هندو كتوفو كين بدأ نرفض بالمغارفة كيفاش راح تكون وهذا الكيك دينا اللي راح يكون مشرب الداخل كنا شربناها بالسيرة وتعرفها رأولا كيما قلت لكم راح نخلي لكم في صندوق الوصف وصفات يعني هاد الكيك اللي فتتو كيفاش تخدموه راح نخلي لكم كين وصفات وين كون نادرناهم في القناة تقدروا تستخدموهم في الأخير نقول لكم تمنى تكون رجبتكم من وصفة مع السلامة في أمان الله اشتركوا في القناة